سيادة الأمين عام للأمم المتحدة المحترم أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أحييكم باسم جمهة عراق وتقدم بالشكر إلى سيادة الأمين عام لإقامة هذا الحدث البالغ الأهمية وتقدم بالشكر إلى أصحاب الفخامة والمعالي وأساء وفود الدول المشاركة لمناقشتم أهم القضايا والتحديات والتعديات التي تواجه القطاع التعليمي إنه لشرف كبير لي أن أمثل بلد العراق مهد الحضارات حيث أولى الكتابات والقوانين لتنظيم حياة الناس الشهد العراق في القرن الماضي نهضة تعليمية رائدة في المنطقة وكان مناراً في مجال التربية والتعليم من خلال مؤسساته العلمية وانخفضت الأممية إلى أدنى مستوياتها ولكن بعد حربين مدمرتين وعقوبات اقتصادية أعقبتها حرب أخرى وتغيير النظام الشمولي وما صاحب ذلك من إزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية تدهور التعليم في العراق بنحمن كبير وقد حرص العراق في الحقبة الديمقراطية تطوير النظام التعليمي وتعزيزه في البلاد اذ نظم الدستور العراقي الجديد السياسة التعليمية والتربوية العامة وكذ على حق الفرد في التعليم والزاميته في مراحل ابتدائية ومجانته في جميع المراحل السيد الرئيس اتخذ حكومة عراق تدابير عاجلة ونوعية في ضد تأثيرات جاحد كورونا استعينا لدعم أدوات التعليم الذاتي والتعليم عن بعد عبر منصات ألكترونية للتحول من رقمنا متكاملة تشمل المناهج التعليمية وكذلك جدد حكومة عراق التزامها بتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العام والعالي سنة عشرين ثلاثين وهمها زادت معدل الاتحاق بالمدارس ليصل إلى نسبة مئة في المئة والارتخاب بجرد التعليم العام والعالي وتعزيز المهارات وفق مطلبات سوق العمل والتلمين الاقتصادية وقد سعينا لضمان نموذج تومي المستدام لقطاع التربية والتعليم وزارة حصة قطاع التعليم من نفقات الحكومية لتصل إلى نسبة أربعة فارزة خمسة بالمئة من ناتج المحلي الإجمالي وزيادة استثمار حكومة في التعليم من سبعة في المئة العام الحالي إلى عشر في المئة للعام عشرين وثلاثين واستحداث منذ خاص في الموازنة العامة للدولة لتمويل مشاريع بناء برامج تطوير وتهيير مشاريع تحويل التعليم السيد الرئيس نجتمع اليوم سعيا إلى تحقيق الهدف الرابع من التنمية المستدامة التعليم الجيد الذي أكدتم عليه في رؤيتكم الشاملة المعنونة أجندتنا المشتركة واعتمدت حكومتنا برنامجاً وطنياً شاملاً يهدف إلى تقصير فجوات بين المتعلمين من حيث الجنس وذوي الاحتياجات الخاصة والنزوح والفقر بحلول عام عشرين وثلاثين نوم بضورة استثمار في مجال التعليم وعليه شرعنا بحملة بناء مئات المدارس في مختلف محافظات العراق فضلاً عن تسهيل مهام البناء الجامعات والكليات وفي الختام يدعو عراق المجتمع الدولي لدعم رؤيته الخاصة بشكل برنامج تحويل التعليم في المجالات التقنية وتدريب الملاكات والتحول الرقمي وتهيير من التحتية ونسأل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في جميع مجالات تطوير التعليم وشكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر